معانا الأستاذة أسماء من إينا؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا دكتور؟ نعمة وفضل الحمد لله أما يخليك يا دكتور أنا حاب برسأل سؤال تفضلي أنا يا دكتور لما بصلي وبدعي ربنا وبكون مستغفرة وكلام زي كده بدعي ربنا كويس بحس إننا إن الدعاء استجاب وقتي تمام؟ في وقتي كده تمام بس بعدها بحس إننا لنا الحال اللي دعيت عشانها ما تحققاتش ورغم إننا ببع على يقين إنها إيه إنها مستجابة استجابت من عند ربنا إحساس بيجيني في قلبي كده فبعد كده الحاجة دي اللي هي بخصوص إننا أخلف تاني بعد يعني ربنا كرمني بخلفة بس أنا كنت عايزة تاني يعني طيب فما بتحصلش كمام أنت عندي خلفة كام؟ عندي اثنين ولد وبنت؟ ولد وبنت أيها طيب ماشي تمام؟ وليه فترة يعني إني ما حصلش حملة والكلام ده يا دكتور فا مولانا فحس إن الدعائي كإني في حجاب داني وبالربنا دي حاجة طيب ده السؤال ده السؤال فيه سؤال تاني؟ أي معلش يا دكتور أنا بحس إننا لما بصلي أنا نستي أصلي مش عشان أنا عايزة حاجة مش عايزة عشان الحال يبقى كويس ولا الصحة ولا الكلام ده أنا عايزة أصلي علشان محبة تنفرق بنا فمش عارفة أعمل مش عارفة أصل الشهر ده إزاي؟ طيب أقول لحضرتك السؤال الأولان يا أستاذ أسماء أنت بتقولي أن أنت بتدعي عشان ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك مرادك وأن أنت تخلي في تاني وأنت عندك اتنين وبتحس لما أنت دعيتي أن ربنا استجاب لك لكن بعد كده ما بيحصلش الاستجابة اللي أنت فيها مين قالك أنه ما حصلش؟ أنت كنت بتدعي أن ربنا يسعدك بالأولاد صح كده؟ لا خلينا نقول الدعاء ما هو أصلحنا مش لما بندعي الدعاء احنا مش بنؤمن ربنا احنا بنطلب منه فبنطلب منه وهو إله ولا نطلب منه وهو بيونفذ لنا ما نريد لا بنطلب منه أنه هو إله ولذلك وضمننا للإجابة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان على مراده ولا على مراد الله في الوقت الذي يريده الله ولا في الوقت الذي يريده العبد طب ليه؟ لأن في الحقيقة احنا عندنا شوية ظاهر معروفة ظاهرة عدم المعرفة اللي بتخلينا نعمل إيه؟ ندعو بما يفسد حياتنا على أنه يسطح حياتنا ويدعو الإنسان بالشارة الدعاء فأنت تدعو ممكن تكون بتدعي بما فيه شرك فيعرض على الله سبحانه وتعالى والله به أعلم فإن لي يحصل؟ فيقضي ويستجيب إلى أنك أنت عايزة أولادي يسعدوا حياتك فيكون اللي اتنين دولا هم اللي بيسعدوا حياتك بس أنت مش راضية فربنا استجاب لك اللهم ارزقني أولادا تسعدوا به حياتي فإن لي حاصل؟ فالأتنين اللي عندك دولا هم اللي تسعد بيهم حياتك لكن لا أنا عايزة عدد من الأولاد عشان محدش يقول علي أن أنا خلاص ما بقيتش أخلف وما بقيتش زي غيري من الستات في العيل عندنا أو في البلد عندنا آه بس ده كلام مش صحيح وأن الست ما تحسس أن هي ست غير لا ما تخلف ده كل دي حاجات مش صحيحة إحنا عندنا حاجات نعم كتيرة في حياتنا وإنت ربنا رزق من نوعين رزقك ولد وبنت فأنت عايزة إيه أكتر من كده فربنا استجاب لك أستجاب لك مش أنت حسيت أن ربنا استجاب لك استجاب لك بس إفهامي بقى وإحفاظي ده أن الله استجاب لك فيما يختاره لك لا فيما تختارينه لنفسك واستجاب لك في الوقت الذي يريده لك لا في الوقت الذي تريديه لنفسك فممكن يا رزقك الله سبحانه أستجاب لك وسيعطيك في الوقت المناسب لك فعندنا حاجتين الحاجة الأولانية أن ربنا استجاب لي وشايف الحال اللي أنا فيه دوت هو الحال اللي فيه تحقيق الإجابة ولأنه يعلم حالي أعطاني قبل الدعاء فأعطاني الولد والبنت حالك التانية أن ربنا استجاب لي ولكن يعطيني في الوقت الذي هو أعلم به أنه يصلح حالي أنا لو عم جبنا الولد دلوقتي جوزي بيقول لي طيب ماشي خلي فيه لكن عيضيق علينا الحال لكن يرزقني بعد سنة أو اتنين نكون احنا رتبنا أمورنا وحصل لنا المراد فنصبر وندعو الله سبحانه وتعالى ودعائك لله مش بيضيق على الله عشان يديه لك دعائك بالله ده عشان الله يحب الدعاء نعم